موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف السادس العدبي نلتقيكم مجددا في درس مباشر آخر لمناقشة ما تم بثه وما شاهدتموه وما درسناه في الفترة السابقة مما يتعلق بالفصل الأول اللي كان يحتي على مبدأ طرائق العد ومثل ما تعرفنا بمراجعتنا السابقة اللي كان طرائق العد تتكون من ثلاث أنواع طرائق العد اللي هي مبدأ العد الأساسي والتوافق والتباديل وراح ترافقنا اليوم بدرسنا المشرفة الاختصاصية السيد بثينة عبد الرحمن أهلا السيد بيت أهلا السيد هيثن السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس الأدبي عودة أخرى معكم إن شاء الله في بث مباشر إلى منهج الرياضيات لهذه المرحلة منهجكم لهذه المرحلة إن شاء الله سيكون بسيط إذا تم التعاون تماما مع متابعة الدروس التي تبث على الفضائية التربوية التي يلحقها مباشر سيكون المباشر هو تغذية راجعة ومراجعة مركزة لجميع المفاهيم التي تم بثها في الدروس التي سبقت البث المباشر لذلك نطلب منكم أعزائنا طلبة أن تابعون الجدول تحددون الأوقات اللي رح ينبث بها هذه الدروس معكم ورقة وقلم الرياضيات ما ممكن أنه نشاهدها وإحنا بس مجرد نتفرج على الدرس رح يكون عندكم دائما دفتر ملاحظات خاص بكم رح تسجلون والتابعون وأحيانا توجه أسئلة مباشرة من المدرس أو المشرف لكم رح تكونون حاضرين على الإجابة عليها إن شاء الله تدون هذه الملاحظات في دفتر ملاحظات الخاص بكم بعد هذا رح تكونون مستعدين للاتصال المباشر على الأرقام اللي رح تثبت أسفل الشاشة إن شاء الله في الإعلانات أو في التاتر الأسفل وراح يكون دائما درس المباشر هو محاولة أنه ندخل في كل المفاصل الرئيسية اللي تخص المواضيع التي يبثت درسنا لهذا اليوم أستاذ هيثم إن شاء الله رح يعرفنا على ماذا يعني مبدأ طرائق العد مبدأ العد الأساسي ومعنى المضروب وراح نستدرجوا إياكم من خلال هذه الأمثلة التي ستشرح هذه المفاهيم مع توجيه الأسئلة فحضروا أوراقكم وأقلامكم أويان إن شاء الله تفضل ساهل إذن أعزائي الطلبة رح نرجع الراجع بداية الفصل الأول اللي كان نحكي على طرائق العد طرائق العد مبدأ العد الأساسي والتبادل والتوافل درسنا اليوم رح نراجع مبدأ العد الأساسي ومضروب العدد فقط إن شاء الله إذن راح نبدأ بالأسئلة اللي نأرضت إليك أثناء الدروس وحاولت تتحلها وحليناها إليك أيضا وأكيد هسا أنت بحضر لنا بعض الأسئلة وراح نسوي فإعادة المعلومات عامة إن شاء الله لاحظ هنا عندنا بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مكون من ثلاثة أرقام وأقل من خمسمائة يمكن تكوينه باستخدام الأرقام نعطيني مجموعة من الأرقام اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة إذا كان أي التكرار يسمح بالتكرار الرقم في العدد نفسه والمطلبي لا يسمح بالتكرار الرقم في العدد نفسه هنانا شو راح نبدأ نحل أكيد هنانا راح نحل كل فرق على حدة يعني راح نبدأ بالفرق أي ونشوف هذا الفرع أي شور راح تكون الاختيارات إليه بما أنه العدد رمزه مكون من ثلاثة أرقام مثل ما تعرف أرقام العدد أو المراتب العدد راح تكون الأحاد والعشرات والمئات هذه هي ثلاث مراتب إذا راح نبدأ نحدد عدد اختيار رقم المئات عدد اختيار رقم العشرات عدد اختيار رقم الأحاد حاول تسترجعوا إياه ليش بدينا بالعكس من المئات ونزلنا إلى الأحاد ليش ما بدينا من الأحاد والعشرات والمئات وهذا ما اطرقنا إليه سابقا قلنا كل سؤال يحتوي على أكبر من أو أقل من نبدأ بالمرتبة الأعلى اللي هي من اليسار يعني هنا أنا أعلى مرتبة منه عدنا الأحاد والعشرات والمئات أكيد راح تقول للمئات لذلك راح نبدأ بمن؟ راح نبدأ بالمئات فبدينا التسلسل مالتنا بهذا الشكل راح نجي هسا نحاول ننطي عدد الطرق اختيار كل حالة من هذه أو كل مرتبة من هذه المراتب طبعا مرح نبدأ بمرتبة المئات مرتبة المئات عدنا شرط يقول على أن يكون أقل من خمسمية لاحظ الأقل من خمسمية معناها إذا استخدمنا العدد واحد المرتبة مالتها راح يصير عدنا مية إذن هذا مقبول والاثنين أيضا راح يكون ميتين الثلاثة ثلاثمية الأربعة أربعمية هذولا كلهم مقبولين السبعة سبعمية ما راح تنقبل والستة ستبية ما راح تنقبل بقت مشكلتنا ويامين وهي الخمسة الخمسة تنقبل لو ما تنقبل أنا أريد أقل من خمسمية هذي راح تطيني خمسمية طبعا إضافة تجيها أحد وعشرات راح صار أكبر لذلك راح تكون خياراتنا واحد من هذه الأعداد الأربعة إذن كم خيار راح يكون للمئات راح يكون عدد طرق اختيار المئات يساوي أربعة أما عدد طرق اختيار مرتبة العشرات فهنا هنا بعد راح ينتهي شرط الأكبر والأصغر راح نرجع على التكرار المسموح أم غير المسموح ولن بما أنه التكرار يسمح بالتكرار إذن راح يصير عدد اختيار رقم العشرات دائما إذا التكرار مسموح فراح نكتب عدد عناصر المجموعة كلي كم عنصر قريب المجموعة هنا عندي سبع عناصر إذن راح يصير يساوي سبعة عدد اختيار رقم الأحد أيضا يساوي سبعة شون راح نوجد خيارات عدد طرق تيار هذا العدد حسب مبدأ العدد الأساسي راح يكون عدد الخيارات يساوي أربعة في سبعة في سبعة حاصل ضرب هذه الخيارات سبعة في سبعة تسعة وأربعين تسعة وأربعين حاصل ضربها في أربعة مية وستة وتسعين عددين إذن راح نقدر نكون مية وستة وتسعين عدد أصغر من خمسمية ومن هذه المجموعة إعداد المعطاة والتكرار مسموح به إذا كان التكرار غير مسموح به شنو اللي راح يكون أدنى راح يكون أدنى أيضا الترتيب نفسه نبدي مئات أشرات أحد هنا طبعا عدد اختيار رقم المئات احنا حددناه قبل شوية المثل الفرع القبلة اللي هو جيد أربعة أما هنا التكرار لا يسمح به إذن راح يبدأ قل عدي واحد من المجموعة الكلية من عدد عناصر المجموعة الكلية هذه المجموعة عن عناصرها سبعة البعد اش راح يصير ستة البعد اش راح يصير راح يصير خمسة إذن عدد الأعداد راح يكون أدنى أربعة في ستة في خمسة هذا السؤال راح يكون أدنى ناتج مالته أربعة في خمسة عشرين في ستة راح يكون أدنى مية والعشرين عدد وقلنا تذكير إلك دائما إذا كان التكرار مسموح راح يكون ناتج مالتنا أكثر من لو كان التكرار غير مسموح لاحظ هنا التكرار مسموح طلع الناتج مية وستة وتسعيل أما التكرار لا يسمح به طلع الناتج يساوي مية والعشرين عدد لأن احنا هس ستبثينا لو كان بالسؤال مكون من مرتبتين نعم احنا قبل لا نبدي بالمرتبتين بس هنا بعض الطلاب يصور أنه اختيار الرقم أربعة في عدد اختيار رقم المئات أنه احنا أخذنا الرقم أربعة اللي هو أقل من خمسة في الأرقام المعطات نأكد على أنه احنا دنشوف عدد الاختيارات وليس رقم بعينه مكتوب هنا فإذا عدد الاختيارات هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إذن أربع اختيارات وبالتالي الرقم أربع يعبر عن عدد الاختيارات لمرتبتين مئات فإذا احنا دائما نكون حاضرين بذهنة الأرقام اللي تنوجد ما يحقق الاختيار أو ما يحقق الشرط رح يكون هو اختيارنا أو الحكم على الاختيارات وشقد عددها في حال أستاذ هيفا موجه السؤال أنه من يقول مكون من مرتبتين إذن أكيد ما رح يقول لي أقل من خمسمية يعني من يكون مرتبتين رح يحدد لي رقم معقول اللي هو ضمن حدود الرقمين هذه في كل الأحوال لكل سؤال خصوصيته حسب الرقم المعطى إن كان أقل أو أكبر وحسب المراتب المثبتة يعني من يقول لي أقل من خمسمية مستحيل ينطيني اختار مرتبتين أكيد ثلاث مراتب لكن لو يكون مثلا أقل من سبعين أو أقل من تسعين أو إلى هذا الاختيار فبالحالة هذا رح يكون مناقشة فقط مرتبة الأحاد ومرتبة العشرات ونبدأ أيضا من اليسار في مرتبة العشرات شكرا ستبثينة طبعا توضيحة كل شي رائع اللي هو أن يكون العدد ما راح يكون الشرط عندنا أقل من خمسمية أو أكبر من خمسمية لأن هنا عندي مرتبتين نعم إذن ننتقل إلى المثال اللي بعده لاحظ المثال اللي بعده قريب من عندي لكن تشوف شروطه شنو كم عدد رمزه مكون من ثلاثة أرقام يمكن تكوينه باستخدام مجموعة الأرقام المعطات أمامنا هذه المجموعة اللي هي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة شنو الشروط على أن يكون العدد فردي والتكرار غير مسموح به في العدد نفسه والبي على أن يكون العدد زوجي والتكرار مسموح به في العدد نفسه هنا نلاحظ الشرط الأي هنا نعدنا أن يكون العدد فردي هذه الفقرة ومتكوين من ثلاثة أرقام والتكرار غير مسموح به خلي نجي بالحال نحدد فقرة فقرة من هذا الكلام اللي راح نبدأ نحلل أول فقرة أن يكون متكون من ثلاثة أرقام أكيد آحاد عشرات مئات لكن هنا راح تباوع وتشوف الترتيب تقول أستاذ هنا الترتيب صار من الآحاد للعشرات للمئات عكس المثال السابق احنا قلنا المثال السابق إلى خصوصيته اللي هو أكبر من أو أصغر من نبدأ بأعلى مرتبة وأكبر مرتبة موجودة بالسؤال أما باقي الأسئلة راح نبدأ بالتسلسل الطبيعي اللي نعرف اللي هو الآحاد ثم العشرات ثم المئات وإذا كان أربعة مراتب نوصل إلى مرتبة الألوف وإذا كان مرتبتها فقط آحاد وعشرات إذن هنا تحددت ترتيب المراتب آحاد عشرات مئات هل نجي على الشرط الأول أن يكون العدد فردي بهذه المجموعة اللي أمامنا طبعا العدد فردي إذا ذكر بالسؤال عندك عدد فردي أو عدد زوجي راح نبدي أول خيارات للآحاد يعني العدد اللي يكون على اليمين بالتسلسل الأعداد أو ترتيبه فهنا راح يكون نبدي بمن راح نبدي بالآحاد الآحاد منه عندي من هذه المجموعة اللي معروضة أمامنا على الصبورة بقى الثلاثة آحاد الخمسة السبعة التسعة إذن كم خيار أمامنا أكيد راح يكون عندنا أربع خيارات إذن عدد اختيار رقم الآحاد يساوي أربعة من راح ننتقل إلى العشرات انتهى بعد شرط الآحاد أو يعني العدد الفردي أو الزوجي من تنتقل إلى العشرات راح تنتقل بالتكرار المسموح أو الغير مسموح آني سؤالي يقول التكرار غير مسموح إذن مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة إذا كان التكرار غير مسموح معناها راح نقلل من عدد عناصر المجموعة الكل بكل انتقالا نقلل واحد أما إذا كان مسموح فتبقى أعداد المجموعة تتكرر نفسها بالخيارات الأخرى التكرار غير مسموح وإحنا عدنا سبع أعداد طبعا هنا لازم تحسبهم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة إذن عناصر المجموعة بيها سبع عناصر بما أنه التكرار غير مسموح وأنت جاي بثاني خيار راح تقلل من السبعة بعدها راح يصير ستة بعدها راح يكون يساوي خمسة عدد الأعداد راح يكون أربعة في ستة في خمسة ويساوي أربعة في خمسة عشرين في ستة راح يطلع إذنه مية وعشرين عدد أما الشرط الثاني على أن يكون العدد زوجي والتكرار مسموح به في العدد نفسه بما أنه الشرط زوجي أو فردي قلنا نبدأ بأصغر مرتبة موجودة أو أول مرتبة على اليمينة اللي هي الآحد إذن عدد اختيار رقم الآحد عدد اختيار رقم العشرات وعدد اختيار رقم المئات بالنسبة إلى الآحد راح يكون يساوي باو عني عندي أريد من عندك العدد يكون زوجي من ومن هذه المجموعة راح يطيني عدد زوجي عندي الأربعة عندي الستة عندي الاثمانية إذن إش قد راح يكون عندنا كم خيار عندي ثلاث خيارات عدد اختيار رقم العشرات العشرات راح يكون عندنا طبعا هنا راح يعتمد على التكرار المسموح أم غير مسموح بما أنه التكرار مسموح إذن راح يكون التسلسل أو عدد الخيارات نفس أعداد عناصر المجموعة المعطات بالسؤال اللي هي سبعة إذن سبعة في سبعة عدد الأعداد راح يساوي سبعة في سبعة في ثلاثة ويساوي سبعة في سبعة تسعة وأربعين في ثلاثة هي مية وسبعة وأربعين عدد إذن إذا كان هذه المجموعة أكون من عدها أعداد متكونة من ثلاث مراتب فهذه المراتب يكوني عدد لازم فردي والتكرار غير مسموح يطلع عندي مية وعشرين وكذلك إذا كان العدد الزوجي والتكرار مسموح العدد مية وسبعة وأربعين طبعاً هنانا السؤال ممكن يكون بيه بعض التغييرات أن يكون العدد فردي والتكرار مسموح أو يكون العدد الزوجي والتكرار غير مسموح أيضاً ممكن أن يجيني بهذه الصيغة هذا السؤال وهذا لاحظ هنا بعد ما أتم الحل بالفرعين الأول نطالي ناتج مية وعشرين والثاني نطالي ناتج مية وسبعة وأربعين من هذه المجموعة بالإمكان يقول المجموعة اللي أعطت بالسؤال يغيرني شوية بيها يعني ستبثينة ممكن يقول من مجموعة أرقام العدد يعني بدلاً ما يذكرني بالسؤال أرقام على شكل مجموعة يقول نفس صيغة السؤال كم عدد رمزه مكون من ثلاثة أرقام يمكن تكوينه باستخدام يقولك مجموعة أرقام العدد على سبيل المثال يذكر لك فد عدد لا على التحين مثلاً يقول لك ثلاثة عدد مثلاً خمسة وثلاثين ألف وسبعمئة خمسة وثلاثين ألف وسبعمئة وثنين وثنين وخمسين وأربعين لا ما يصر تكرار الخمسة خلني نقول لي شيء أربع مية وثلاثين ألف وسبعمئة الأفو بس ايه الخمسة ما يكرر لا ما هو الفكرة أنه يكون تكرار فهنان إذا نتاقل لك من مجموعة أرقام هذا العدد أنت لازم أول ما تسوي هذه عدد تسوي مجموعة الأرقام مالت على شكل مجموعة عناصر يعني تتكرر العناصر العناصر شون راح تصير راح تكتب الأربعة بعدين تكتب الثلاثة بعدين تكتب الخمسة بعدين تكتب السبعة من وصلت هذه الخمسة الثانية أكيد نظام مجموعة ما يتكرر بالعناصر من نكتبه فراح تعبرها تكتب وراء الاثنين وترجع ترتب الشغل مالتك حسب المجموعة المعطات أمامك وتشوف الخيارات اللي ممكن أن تختارها نعم ننتقل إلى السؤال اللي بعده لدى أحمد خمس سترات مختلفة ومختلفة الألوان وست بانطلونات مختلفة الألوان وثمان قمصان مختلفة فبكم زي مختلف مكون من سترة وبانطلون وقميص يمكن أن يظهر به أحمد إذن الشخص عنده كذا من الملابس فرادي يظهر بأزياء مختلفة طبعا الأعداد اللي عنده الستر عددهن ستة والمنطلونات عددهن ثمانية والسطرات خمسة والمنطلونات ستة والقمصان ثمانية كم زي مختلف يمكن أن يظهر به أحمد أحمد هناني راح نعتمد على مبدأ العدد الأساسي لإيجاد مجموعة الأزياء طبعا هناني ازاي خلي في بالك شنو معنى الزي؟ مكون من ثلاث قطع قميص ويبنطلون بمجرد ما يغير هذه الستر بسطرة ثانية صار عنده زي آخر مجرد ما غير القميص صار عنده زي آخر طبعا هناني دون مراعاة لتنسيق الألوان وما شابه ذلك مجرد عندنا زي يكون هو ظاهر به ستمثينا عفوا نعتقد هنا يعتمد على مبدأ العدد الأساسي نعم أكيد هنا لولا مبدأ العدد الأساسي كان حل هذا السؤال رغم بساطة الكبيرة جدا راح يستغرق مننا جهد كبير في إحصاء أو عملية معرفة عدد الأزياء اللي يظهر بها لأن راح ناخذ السترة الأولى مثلا ونطخم إياها بنطلون الأول والقميص الأول تبقى نفس السترة الأولى مع البنطلون الثاني ونفس القميص الأول ثم نفس السترة مع الثالث والقميص الأول ثم نبدل السترة ونبدل القميص فممكن أنه نصل إلى مرحلة راح ما نقدر نركز أنه الاختيارات اللي أخذناها فعلا هي ثبتناها أم الاختيارات تكررت إلى آخره فإجا مبدأ العد هنا حللنا هذه المشكلة فنقدر ببساطة وبيلمح البصر أن نجد عدد الأزياء دون أن نخذ في تفاصيل كيف يمكن أن تظهر هذه الأزياء اللي هو مخطط الشجرة يعني يمكن أن يدخل بي راح تكون عندها أصعب الرياضيات بالحقيقة هي اختصار لجهد كبير لعمليات معينة وبالنتيجة استخدام مبادئ الرياضيات هي راح تجنبنا الدخول في متاهات وتفاصيل ربما تكون صعبة عمليا وهنا كثير من الطلاب يسأل يقول يحنا ليش ندرس الرياضيات يعني هو دراسة الرياضيات لتوفير الجهد والوقت في العمليات الحسابية الكبيرة فهذا هنا أنا راح يوفر لي يحل لي هذا السؤال بخطوة وحدة يعني هذا راح تكون عدد الأزياء تساوي حاصل ضرب الخيارات الأمامة خمسة في ستة في ثمانية مجرد ما نضرب هذه الأعداد اللي هي خمسة في ثمانية يطلع أربعين أربعين نضرب في ستة راح يطلع أن ميتين واربعين زي مختلف يمكن أن يظهر به أحمد طبعا هنا لو لا مبدأ العدد الأساسي كان هسا نحن نبقى نرسم ونخطط بحكمات الداخل عندنا المعلومات ونوصل إلى مرحلة الملل والضجر ويروح علينا السؤال لكن مبدأ العدد الأساسي اختصر لها فقط كم عدد رمزه مكون من ثلاثة مراتب يمكن تكوينه باستخدام الأرقام التالية على أن يكون لعدد فرد هذا حلينا قبل قليل كم عدد رمزه مكون من ثلاثة مراتب يمكن تكوينه باستخدام الأرقام على أن يكون خمسمية تكرار مسموح أكبر من خمسمية أكبر من خمسمية احنا اخذنا قبل قليل اقل من 500 احنا اخذنا اقل نعم اخذنا اقل من 500 هنا راح ناخذ اكبر من 500 بهذه المجموعة الاعداد اللي ظاهرة امامنا اللي هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة طبعا هنا انا ادي كم انصر بالمجموعة عندي سبع عناصر اللي اريد من عندك دائما مثل هايش اسئلة حاول تحسب عدد العناصر لا تعتمد رأسا عبالك من الواحد للسبعة لان احيانا يكون ادنا نقص واحد من التسلسل بالمجموعة اللي انطينها فنقطع فتحسبهم كم انصر موجود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا انا عندي عناصر المعطات داخل المجموعة هي سبع عناصر على ان يكون العدد اكبر من 500 هنا انا الشور راح نبدي طريقة حل هذا السؤال راح نقول عدد طرق اختيار طبعا قبل ما احدد الاختيار والمرتبة راح اشوف قاني كم مرتبة عندي هو محدد لثلاثة مراتب اذا احد عشرات مئات لكن سؤالي بشرط العدد اكبر او اصغار قلنا اذا احتوى على هذا الشرط فاكيد راح نبدي سيد من اليسار من اليسار اللي هي اعلى مرتبة موجودة اللي هي المئات عدد طرق اختيار مرتبة المئات عدد طرق اختيار مرتبة العشرات وعدد طرق اختيار مرتبة الاحد نعم راح نجي استهنان الشرط الاول على ان يكون العدد اكبر من الخمسمية اكبر من خمسمية اذا اذا اجينا الواحد الواحد بالمئات راح يصير مئة فهذا غير مقبول مئتين ثلاثمية اربعمية هذا كلما مقبول السبعة سبعمية مقبولة والستة ستمية مقبولة راح نجي عليمن على الخمسة الخمسة راح تقرأ خمسمية راح تقول الاستاذ انت تريد اكبر من خمسمية فهنان راح اكيد راح تجو اياها احد وعشرات راح يزداد سير خمسمية واذا راح يعبر فدائما بشرط الاكبر من العدد المشابه نبدأ العدد نفسه ناخذ عدد نفسه ونبدأ نكمل اذا كم خيار عندنا صار ثلاث خيارات ثلاث خيارات هنا اذا عدد طرق اختيار مرتبة هذا راح ننتقل بالشرط الثاني اللي هو ان يكون التكرار مسموح او غير مسموح هنانا عندنا التكرار مسموح التكرار المسموح نكتب عناصر المجموعة الاصلية اللي معطات بالسؤال نفسه اذا راح يكون هنا عندنا سبعة وهنان ايضا راح يكون عندنا سبعة عدد الاعداد يساوي ثلاثة في سبعة في سبعة طبعا هذا حصل مبدأ العدل الاساسي راح يصير تسعة واربعين في ثلاثة مية وسبعة واربعين عدد مكون من ثلاثة وراتب واكبر من خبسمية والتكرار مسموح به المأخوذ من هذه المجموعة هذا كان جواب الفرع اي اما جواب الفرع بي بما انه شرط مراتب وايضا شرط العدد اصغر يعني اكبر واصغر راح يكون بنفس هذا الترتيب اذا عدد طرق طرق اختيار مرتبة المئات عدد طرق اختيار مرتبة العشرات عدد طرق اختيار مرتبة الاحد هنا العدد مالتنا او السؤال مالتنا يكون على ان يكون العدد اصغر من 400 اذا راح نبدي بشرط المئات من من هذه المجموعة من اللي راح يكون عندنا اصغر من 400 الواحد الاثنين الاثلاثة اما الاربعة فراح يكون 400 الاربعمية العدد المشابه للسؤال راح يكون بشرط الاصغر من ما راح يكون داخل فقط من اكبر من يدخل فهنا راح يكون عندي من الاثلاثة فما دون اذا اثنين واحد اذا عندي ثلاث مراتب ومثل ما نوهت ان الست وثين قبل قليل قالت الاثلاثة مو نعني هذه الثلاثة يعني لأ نعني ذول الثلاث مراتب ثلاث خيارات اما نختار الواحد او نختار الاثنين او نختار الاثلاثة الشرط الثاني على ان يكون التكرار غير مسموح التكرار الغير مسموح اذا راح يكون عدنا نقص عفو ناخل المجموعة دون ان نقص من عدد عناصر المجموعة الاصلية هي سبعة راح اذا ابا التكرار غير مسموح راح نقص من عدد سبعة النقص من عدد واحد راح تكون عدد ستة النقص من عدد واحد راح يكون عدد خمسة اذا عدد الاعداد راح يصير ثلاث في ستة في خمسة خمسة في ستة تلاث بين ثلاثين في ثلاثة راح يكون عندنا تسعين عدد إذن ممكن تكوين تسعين عدد تسعين عدد راح يكون لولا أصغر من أربعمية والتكرار مسموح به في هذا السؤال هنا بس حتى نأكد للطلاب هي مو موضوع احنا بالرياضيات عندنا شي حفظ المفهوم لازم احنا نستوعبه تماما شن السبب اللي خلانا التكرار نحافظ على أرقام الأعداد في المرتبتين الأخيرتين وفي حالة التكرار غير مسموح دائما النقص واحد هذا يعني من عندي الأرقام اللي موجودة أمامي ويقولي التكرار مسموح يعني الرقم اللي اختاريته في المرتبة الأولى من حقي أكرره وأرجع أختاره في المرتبة الثانية يعني يبقى عندي عدد الأرقام بالنسبة للاختيارات هو دوما كل الأرقام الموجودة متاح لأن أختارها حتى ولو تكررت لهذا السبب احنا ما نطرح واحد على التتابع في حين من يقول التكرار غير مسموح يعني ما تم اختياره في المرحلة الأولى يعني في مرتبة المئات اختارت رقم ما يحقق للشرط وخليته بعد ما أقدر أختاره مرة ثانية في مرتبة العشرات إذن معناها من مجموعة الاختيارات الكلية فقدت واحد إذن معناها نقص عدي من العدد الكلي واحد بعد ما انتقلت للمرتبة الأخرى ما اخترته في مرتبة المئات ورجعت اخترت الرقم الآخر في مرتبة العشرات الرقمين ذولة بعد غير مسموح لأن أختارهم إذن المتبقي في الأحاد هو الأرقام الكلية مطروح منها الرقمين اللي بعد ما من حقي أختارهم إذن مرة ثانية رجع على التتابع نقص واحد فلهذا السبب دوما من يكون التكرار غير مسموح إذن معناها اللي نوضع فيه خانة معينة أو مرتبة معينة ما ممكن بعد أختاره فدوما يقل عندي من الاختيارات الكلية المجموعة الكلية على التتابع بواحد واحد وهكذا حسب أرقام المجموعة نعم سنهيكم ننتقل إلى موضوع مضروب العدد طبعا مثل ما درست ومثل ما شفيت مضروب العدد كان إلى تعريفه هو حاصل ضرب الأعداد الصحيحة الغير سالبة بابتداء من العدد وانتهاء بالواحد مثلا مثل قانون الأمامك طبعا نرمز لمضروب العدد بالرمز أما هذا الرمز أو بهذا الشكل الثاني يقرأ مضروب أو مفكوك أن الثاني يقرأ مضروب أو مفكوك أن إيش يعني؟ يعني نبدأ بالعدد نفسه حاصل ضرب العدد نبدأ من عنده نفسه تتابع تنازلي إلى أن نوصل إلى الواحد على سبيل المثال أستاذ هيثم مع مراعاة شرطة الن هي عدد صحيح موجب إذن أنا من أخذ المضروب أن اختياراتي للن هو عدد صحيح موجب يعني أن يكون عدد غير سالب نعم مضروب الن يساوي الن مضروب في الن ناقص واحد إذن نزلنا عدد بعده الن ناقص الثاني ن ناقص الثاني ن ناقص الثاني ن ناقص الثلاثة إلى أن نوصل الواحد على سبيل المثال لو أقول لك أوجد لمضروب الخمسة إيش راح يكون الحد؟ راح يكون عندك خمسة في أربعة في ثلاثة في ثنين في واحد إذن بدينا من العدد نفسه وين انت هنا؟ انت هنا بالعدد واحد هذا هنا راح يكون عملية ضرب اعتيادي خمسة في أربعة عشرين في ثلاثة ستين في ثنين مية وعشرين إذن راح يكون عندنا الناتج ما تم يساوي مية وعشرين نلاحظ بديت بالعدد نفسه وانت هنا وين بالواحد كذلك ممكن أن تقول على سبيل المثال مضروب الثلاثة مضروب الثلاثة تبدي من الثلاثة وتنزل الثلاثة في ثنين في واحد ويساوي ستة وهذا ما كان بالدرس مالتنا اللي شاهدته من على شاشة الفضائية التربوية أما عندي الحالات هذه يجب الانتباه إليه اللي هو مضروب الواحد يساوي واحد وكذلك مضروب الصفر يساوي واحد يعني من يجيك سؤال بمضروب الصفر فأنت رأسا تقول لي استاذ هذا الجواب تكتب يساوي واحد أو إجاك سؤال وصلت إلى مضروب الواحد راح تقول لي مضروب الواحد هو واحد بالاعتماد على هذا الكلام اللي اتطرقنا إليه إذا كان مضروب N يساوي سبعمية وعشرين فما قيمة N بعد ما اتطرقنا وتعرفنا على مضروب الان وشون نشتغل بمضروب الان وكذلك ممكن نستفاد من عنده في بعض المسائل اللي هذه أمامك إذا كان مضروب أن يساوي سبعمية وعشرين فما قيمة A أي بمعنى يا عدد اللي راح نضربه ابتداء من عدد نفسه وانتهاء بالواحد يضطيني السبعمية وعشرين هذا السؤال ممكن أن يحل بالطريقة التالية وهي طريقة القسمة لكن راح نستخدم القسمة بشكل مشابه إلى طريقة التحليل تقريبا شو راح تقسم؟ تاخل العدد السبعمية وعشرين تقسمه على الأعداد بالتسلسل تبدي بالتقسيم واحد بعد ذلك تقول لي تقسيم اثنين بعد ذلك تقسيم ثلاثة صعودا إذا ما توصل إلى ناتج ساوي واحد سبعمية وعشرين تقسيم واحد راح تكون عندنا سبعمية وعشرين سبعمية وعشرين تقسيم اثنين راح تكون ثلاثمية وستين 360 تقسيم 3 راح يطيني 120 120 راح تقسمها على 4 لان ذول لازم تكون تسلسل 120 تقسيم 4 راح يطيني 30 راح نقسم على 5 لاحظ نصعد هنا 30 تقسيم 5 راح يطيني 6 تقسيم 6 يساوي 1 احنا قلنا الهدف ما يتنا راح نوصل بهذا بالقسمة للواحد اذا وصلنا الواحد 720 جاية من حاصل ضرب هذه الاعداد 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 سؤالي كان مضروب الان يساوي 720 اذا راح يكون يساوي مضروب الان راح يساوي 6 في 5 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 احنا قبل قليل اطرقنا قلنا 720 هي حاصل ضرب هذه الاعداد 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 اذا مضروب الان يساوي 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 ممكن ان نكتبه مضروب الستة مضروب الستة مضروب الستة هو حاصل ضرب الاعداد الصحيحة الموجبة بدء من الستة وانتهاءا بالواحد اذا مننا راح نستنتج مضروب الان يساوي مضروب الستة اذا الان يساوي 6 راح نستعين بـ 6 ممكن يغير لي شوية تغييرات بسيطة بهذا السؤال بالتأكيد ممكن انه ما يختار رقم 720 يعني مثلا يخلي مرتبة اخرى بحيث انه انت بعد القسمة الاولى تحصل على 720 يعني ممكن انه هذي 720 بها رقم اكبر يعني ضربة في رقم اكبر وبالتالي ممكن احصل على مضروب السبعة بتسلسل خطوة اخرى يعني ممكن ستكتب ان يا عسل المثال يقول لاثنين نعم في مضروب الان نعم يساوي 1440 اللي هي 720 في اثنين معناها هو ضرب الطرفين في اثنين اذا قبل الدخول في حل السؤال لازم يكون معامل مضروب الان هو واحد هو واحد ربما مو اثنين ربما ثلاثة فاذا يجب ان يكون اوجوز نص من مضروب الان يساوي وينطيني رقم اخر اذا معناها هنرح اضربها في اثنين في اثنين وابدي ارجع احلل اذا الاسئلة اللي تخص المضروب هو لازم نحقق صفة المضروب او الشكل العام الهيئة العامة المضروب اللي هي تسلسل ارقام من الرقم وتنازليا وصولا الى الواحد فاحنا راح نساوي عملية عكسية نبدأ من واحد وتصاعديا الى الرقم اللي ممكن ان حصلت نعم ممكن ناخذ اسئلة اخرى على المضروب استاذ هيتم انطيك هنا اسئلة مثلا ممكن يكون صيغة السؤال جد ناتج ما يأتي بابسط صورة الفرع الاول خط كسر مضروب السبعة مضروب السبعة على مضروب الاربعة في مضروب الاثنين بس السبعة شوي وضحه استاذ هيتم نعم مضروب السبعة على مضروب الاربعة في مضروب الاثنين نعم نعم هناك ملاحظة يعني راح ينطيها استاذ هيتم انه احنا بعض الاحيان اثناء ما انبسط عمليات حسابية معينة. مو بالضرورة أنه ننتقل بالمضروب من أول مرحلة اللي هو الرقم وصولا إلى الواحد. لو كان في السؤال نفسه تواجد مضاريب أخرى بحيث تصل إلى مرحلة معينة من المضروب الأول أصل بها إلى المضروب الثاني. يعني الآن مضروب السبعة. ممكن أنه بالطريقة الكلاسيكية العادية أنه أبدأ سبعة في ستة وصولا إلى من؟ مصولا إلى الواحد. وأرجع الأربعة وصولا للواحد والاثنين في واحد. بس نحن دائما نريد النشط الحساب الذهني للطالب وريده يختصر الخطوات وريده يقفز أحيانا على بعض الأمور الرتيبة. فهنا من يشوف عنده رقمين بيهم مضروب. وواحد منهم كبير والثاني صغير. الشي تبادر الذهن السابق؟ المفروض تبادر الذهن الطالب أن يبدي بمضروب العدد الأكبر. وصولا إلى العدد الصغير الموجود عنده. اللي هو الأصغر. يعني مثلا هنا راح يكون يساوي مضروب هنا منه الأكبر عندنا السبعة الأربعة الاثنين أكيد راح تقول للسبعة إذا المضروب الأربعة في مضروب الاثنين راح نعوفهم على حالهم راح نجي مفق مضروب السبعة راح تبدأ تقول سبعة في ستة في خمسة في أربعة من وصلت إلى الأربعة أكيد هو بعد أربعة في ثلاثة في ثلاثة في واحد فراح تقتصر راح تكتب لي مضروب الأربعة بالإمكان نقتصر هذي مضروب الأربعة مع هذا مضروب الأربعة. ونقدر نفتح مضروب الاثنين فراح يكون عندك سبعة في ستة في خمسة أما مضروب الاثنين هو اثنين في واحد هنا أيضا ممكن الاختصار فراح يصير عندنا خمسة في ثلاثة راح تكون عندنا خمسة عشر وهذه الخمسة عشر راح نضربها في سبعة طبعا إذا مر عليك طريقة ما أو بهذه الأمور مرات الطالب يقول أستاذ أنا سير أضرب أستخدم الضرب العمودي ماكو كل مشكلة يعني إحنا نقول لي مستعاش في سبعة بالعكس أحيانا إذا الطالب يجتهد ويقفز على موضوع المسودة مرات وما يستخدم يجوز يقع بمطبات وأخطاء حتى لو الطالب يوصل مرحلة السادس الإعدادي لا ضير أنه يتأكد من حساباته ويتأكد من التفاصيل الصغيرة اللي هي ربما تؤثر على حل سؤال كامل يصير خطأ فإحنا بالعكس استخدام المسودة على جم ممكن وبعد أن تمسحها بالعمليات الحسابية جمع أرقام طرح أرقام ضرب أرقام أسلم أنه أنت تأخذ سرعة بالضرب الشفاء وربما ما تصل إلى نتيجة بالتالي يجلل لناتج الخطأ وبعدين يكون عنده السؤال والسؤال يحتاج الناتج يحوضه أحيانا مثل بعض هنا سبعة في خمسة خمسة وثلاثين خمسة بيئة ثلاثة سبعة في واحد سبعة وثلاثة عشرة إذا راح يطلع الناتج يساوي مية وخمسة لاحظ هذه المسودة أنت بإمكانك تقوم بمسح هذه المسودة ممكن أخذ مثال آخر يعني أيضا إذا تريد عندي فرع هنا أستاذ هيتم أنا أذكر مثال شوية يعني يمكن بفائدة شوية كان يقول جد قيمة إذا كان مضروب أن زائداً واحد على مضروب أن ناقص واحد نعم يساوي ثلاثين نعم بس المضروب أي المقام عاشي لك نعم هذا السؤال راح يفيدنا بالملاحظة اللي تطرقنا إليها قبل قليل نانا شو راح نحل أكيد إنت راح تبدي بالعدد الأكبر منه الأكبر الأن زائد واحد لو الأن ناقص واحد أكيد يعني بديهياً هو الزيادة أكبر من الطرح فترة راح يكون الأن زائد واحد أكبر لو بالامتحان ارتبكت نسيت المعلومة صار عندك فتشد بداخلك وبقيت فتصراع وبقيت توهوس تقول منه الأكبر من الأصغر أدنا طريقة تعلمنا إليها بالدرس أثناء الشرح السابق قلنا نسوي طريقة الدرج سلم نسوي فهنانا راح يكون عندنا أن إذا تسعد راح نزيد يصير أن زائد واحد وأن زائد اثنين وإذا ننزل راح يكون أن ناقص واحد وأن ناقص اثنين لاحظة سمنه الأكبر هل الأن ناقص واحد أكبر أم الأن زائد واحد مبينهم ومن التسلسل مالتهم هو الأن زائد واحد الأكبر الشرح نشتغل على هذا السؤال راح نبدي أنفك الأكبر اللي هو أن زائد واحد إذن الأن ناقص واحد مضروب الأن ناقص واحد حاليا ما عندي شغل ضيار راح يبقى على حاله وكذلك الطرف الأيمن باقي على حاله راح نفك الأن زائد واحد نعم فراح يكون عندنا الأن زائد واحد لاحظ حتى بالمفقوق أيضا تقدر تستفاد من هذا السنم الأمامك أن زائد واحد إحنا تنازلي الشي يجي وراء يجي بعد الأن الشي يجي بعده راح يبدأ يجي بعد الأن ناقص واحد من وصلت ما يشبه المقام الشكل اللي يشبه المقام نعم خلي عندك المغروب حتى بعدين تقولي نختصر المغروب مع بعض هذولة نختصرهم مع بعضهم ونكمل الحل مالتنا راح يكون عندنا أن زائد أن واحد في أن يساوي ثلاثين راح نفتح الأقواس يكون عندنا أن تربيع زائد أن يساوي ثلاثين ثلاثين هسه نانا انتقلنا من تهم موضوع المغروب رجعنا إلى موضوع حل المعادلات نعم اللي درسناها بالمرحلة المتوسطة انحل هذه المعادلة باستخدام التحليل بالتجربة راح يكون عندنا نانا ن وهنا راح يكون عندنا ن بس قبلها أكو خطوة لازم نصفر المعادلة راح يكون عندنا أن تربيع زائدا أن ن ناقص ثلاثين يساوي صفر راح يكون عندنا أن زائد وأن ناقص الثلاثين أما جاية من ضرب ثلاثين في واحد وخمسطعش في اثنين وعشرة في ثلاثة وخمسة في ستة أنا أريد الفرق بيناتهم يطلع يساوي واحد فراح نختار الخمسة في ستة راح أصير ستة في خمسة أما أو نتأكد نتأكد الأفو الساب هي ثمن أنه ننشيك القريب في القريب والبعيد في البعيد نتأكد حاصل جمعهم والحد الأوسط لازم جمعهم يطلع الحد الأوسط فنطلع موجب ستة إن وسالب خمسة إن يطلع عندنا موجب واحد إن اللي هو هذا الحد اللي لن نقصد عليه إذن أما الآن زائد ستة يساوي صفر ومنعدها راح نحصل قيمة إن يساوي سالب ستة أو الآن ناقص خمسة يساوي صفر ومنعدها راح نحصل قيمة إن تساوي موجب خمسة زيان هنا راح يتراود الذهنك من الجواب الصحيح موجب خمسة أم السالب ستة أكيد ستة إحنا راح نقول السالب ستة يهمل لأن سرط الأن أن تكون عدد صحيح موجب إذن هذا يهمل راح نحصل قيمة إن تساوي خمسة إلى هذا السؤال نلتقيكم بدرس مباشر آخر إن شاء الله الشكر موصول إلى كادر فضائية العراق التربوية وإلى ستة أبو ثينة المشرفة الإختصاص التي رافقتنا بهذا الدرس بمداخلاتها الرائعة واللطيفة والجميلة حقيقة وأثرتنا بمعلومات جميعاً من المعلومات التي تمتلكها ستة أبو ثينة بهذا المجال شكراً شكراً أشتاب هيثم نرجع الطلاب ننأكد عليهم متابعة الدروس التفصيلية للمنهج من خلال بث الفضائية للدروس المسجلة حسب الجدول المعطى حتى يكونوا ياناً إن شاء الله على المباشر القادم في أسئلتهم وفي متابعتهم نعم شكراً جزيلاً نلتقيكم في درس آخر إلى ذلك الوقت نسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً ترجمة نانسي قنقر